اشتركوا في القناة اطلقت ليدي جاغا اولى البوماتها الفنية عام 2008 تحت عنوان The Frame والذي حقق نجاحا تجاريا كبيرا وقتها بعت ليدي جاغا 28 مليون البوم و140 مليون اغنية منفصلة على التوالي مما يجعلها واحدة من اعلى المغنيات ربحا في كل الاوقات ربحت كذلك 6 جوائز جريمي ودخلت موسوعة جينيس للارقام القياسية 12 مرة في المركز التاسع مقدار الثروة حوالي 60 مليون دولار تأسست هذه الفرقة البريطانية عام 1967 وتمكنت من بيع 100 مليون نسخة حول العالم حاليا العضو الوحيد المتبقي من المجموعة الاصلية هو فليت وود عام 1998 تم اختيار فليت وباقي اعضاء فرقته ليصبح اعضاء في The Rock'n'Roll Hall of Fame او ما يمكن ترجمته بالصالة الفخرية للروك اندرول وتم منحهم جائزة بريت نظرا لمساهمتهم المتميزة في عالم الموسيقى حصل البوم فليت الثاني ريمورز على المركز الرابع في قائمة افضل عشرة اغاني فردية ووصل الى المركز الاول في العديد من دول العالم في المركز الثامن ديدي مقدار الثروة 60 مليون دولار ديدي هو مغني راب وممثل ومنتج امريكي استطاع ان يحجز لنفسه مكانا في قائمة اعلى المغنيين ربحا في العالم اطلق البومه الاول عام 1997 تحت عنوان ومنذ ذلك الحين حققت البوماته الغنائية نجاحا تجاريا كبيرا ونال اعجاب النقاد لدى ديدي جائزتي جريمي وجائزتي ام تيفي ميوزيك فيديو ولديه ايضا مصنع ملابس ومطعمان وشركة لانتاج الافلام في المركز السابع جاستين تيمبرلايك مقدار الثروة 63.5 مليون دولار هو مغني امريكي وكاتب وممثل ومنتج اغاني اطلقت جاستين البومه الشخصي الاول بعنوان جاستفايد عام 2002 والذي يرجع له الفضل في فوزه بجائزتي جريمي حصل على جوائز عديد اهتوال سيرته اللامعة منها جائزتي ايمي وتسع جوائز جريمي وبصرف النظر عن كونه من المغنيين الاكثر ربحا في العالم فقد اختير ايضا في قائمة التايم للاشخاص الاكثر تأثيرا في العالم في المركز السادس كالفين هاريس مقدار الثروة 66 مليون دولار ولد كالفين هاريس عام 1984 اطلق ألبومه الاول بعنوان I created this cove عام 2007 منحه ألبومه الثاني تحت عنوان Ready for the weekend الشهادة الذهبية من المؤسسة البريطانية لصناعة الفونوغرافيا نال شهرة عالمية بعد ألبومه الذي اطلقه عام 2012 تحت عنوان Mount 18 وتصدر الألبوم قائمة الأغاني الأكثر مبيعا في بريطانيا يزخر مشوره كذلك بالعادد من الجوائز العالمية الأخرى وهي 7 جوائز بريت وأربع جوائز جرامي وجائزة إيفور نيفيلو المرموقة في المركز الخامس The Eagles مقدار الثروة 75 مليون دولار The Eagles فرقة روك أمريكية تأسست عام 1971 حصلت فرقة The Eagles على 5 جوائز من الأكاديمية الأمريكية للموسيقى و 6 جوائز جرامي وتعتبر واحدة من أشهر الفرق الموسيقية تصدرا لقوائم الأغاني الأفضل مبيعا على مدار السنين منذ تأسيسها تم بيع 150 مليون نسخة من ألبوماتهم في كل دول العالم بالإضافة إلى 100 مليون داخل الولايات المتحدة فقط في المركز الرابع Taylor Swift مقدار الثروة 80 مليون دولار Taylor Swift مغنية وكاتبة أغاني أمريكية بدأت حياتها المهنية بإطلاق أولى ألبوماتها عام 2006 أصبح ألبومها الثاني Fearless الذي صدر عام 2008 من أكثر الألبومات مبيعا في ذلك العام ما يميز هذه المغنية حقا هو قدرتها الكبير على دمج تجاربها الشخصية وسردها في حكايات غنائية حصلت Taylor على جائزة ايمي واحدة وسبع جوائز جرامي واثنين وعشرين جائزة بيلبارد وثمان جوائز من أكاديمية موسيقى الريف وجائزة بريت واحدة وأحد عشر جائزة من منظمة موسيقى الريف تعتبر كذلك واحدة من أكثر المغنين مبيعا للألبومات في التاريخ وتواجدت أيضا في قائمة فاربس لأكثر مئة امرأة نفوذا وتأثيرا على المستوى العالمي في المركز الثالث غارث بروكس مقدار الثروة 90 مليون دولار غارث بروكس مغني بوب وكتب أغاني أطلق أولى ألبوماته عام 1989 خلال تسعينات القرن الماضي استطاع بروكس تحطيم الأرقام القياسية وتسجيل أرقام جديدة بإسمه أطلق ست ألبومات وصلت إلى القمة في أمريكا وتلقى على إثرها جوائز عديدة منها سبعة عشر جائزة من الأكاديمية الأمريكية للموسيقى وجائزتين جرامي وأصبح بروكس أحد المنضمين للقائمة الفخرية لمشاهير الموسيقى في المركز الثاني مقدار الثروة 130 مليون دولار يعرفون أيضا بالواندي تأسست الفرقة الغنائية الإنجليزية الأيرلندية في لندن ويتكون أعضوها من كل من لويس طوم لينسون وهاري ستايلس وليام باين وزاين مالك الذي كان عضوا في تلك الفرقة إلى أن غادرها عام 2015 ربحت الفرقة العديدة من الجوائز منها سبع جوائز من الأكاديمية الأمريكية للموسيقى وأحد عشر جائزة MTV وتسعة عشر جائزة متنوعة أخرى بجانب كونهم من أعلى الفرق الموسيقية ربحا في التاريخ فقد اختارتهم مجلة فوربس في قائمة الأعلى ربحا من المشاهير عام 2014 تحل في المركز الأول كاتي بيري مقدار الثروة 135 مليون دولار كاتي بيري ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني أمريكية بدأت مشوارها الغنائي في الكنائس بينما كانت طفلة صغيرة تابعت موسيقى الإنجيل أثناء فترة مراهقتها بعد ذلك عملت كاتي مع ريد هيلرو كورتز مطلقة أول ألبوم غنائي لها عام 2001 بعنوان كاتي هوتسون in 2001 ومن ثم انتقلت كاتي إلى لوس أنجلوس حيث اشتهرت هناك حصلت على العديد من الجوائز ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أربع مرات علاوة على ذلك دخلت قائمة مجالة فوربس لأعلى مغنية في الربحة بيعت من أغانيها متفردة 81 مليون نسخة وأحد عشر مليون ألبوم أثناء تاريخها المهني في الموسيقى إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟